قل الشيخ الأزر الإمام الأكبر أحمد الطيب إن الحوار الديني لا يمكن أن يوقف تمدد الإرهاب ما لم تكن هناك سياسة عالمية تعمل بعضل مطلق وما لم يتوقف استغلال دماء الفقرة أضاف الطيب خلال لقائه رئيس الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون المؤسسات الدولية التي أنشأت من أجل فرسيخ السلام والعدل يقع على عاطق جزء كبير من هذه المسؤولية